السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب معكم محمود بدران واولى حلقات بعد التسعين اللي هنتكلم فيها عن اليوم الاول من الدوري الانجليزي الممتاز واللي كان فيه مباراتين هما اللي هنركز عليهم هي المباراة الافتاحية ما بين الارسنال وفلهم ومباراة حاملة اللقب بتوع الموسم اللي فات حامل لقب البريمير ليج ليفربول وحامل لقب الشامبيونشيب ليدز يونيتد فيلا نبدأ سريعا ونخش في أجواء المباراتين بالنسبة للمباراة الاولى وزي ما قلت قبل كده ارسنال مش حيواجه صعوبة كبيرة فيها خصوصا مع فرق اه زي فلهم حتى ولو كان ديربي ده ديربي لندني لان فلهم عايز يطلع باقل الخسائر من المباراة دي واكيد مش حط عينه ان هو ياخد النقاط من الارسنال بس كان المهم بالنسبة لي ان اشوف طريقة لعب الارسنال اصاد الفرق الصغيرة حتكون ازاي وبصراحة شايف انها ما اختلفتش كتير عن طريقته لما بيلعب ليفربول وبيلعب منشستر سيتي ما شفتش الاستحواز الكبير من الارسنال او الهيمنة على المباراة على الرغم لما تشوف النتيجة وتقول 3-0 تقول ده الارسنال كان ماسح بالفلهم الارض لكن مش ده بصراحة اللي انا شفته ومتهيال الارسنال كده وارتتا محتاجين يغيرهم الطريقة شوية لاني حتواجه صعوبات اصاد فرق تانية في نفس حجم فلهم وفرق متوسطة الجدول واخر الجدول هتتعبك شوية ومش هتنفع الطريقة دي مع كل الفرق وانك تقدر تتغلب عليهم بنفس الطريقة بس اللي لفت نظري في المباراة كان ويليان على الرغم من اني اوباميانج في الفانتازي الناس صوتت له هو ولكن ويليان الراجل كان الاضافة الكبيرة بالنسبة لتشكيلة الارسنال لاني ويليان من نوع الاجريسيف على المرمى من نوع اللي هو ويرك ريت بتاعه والورك تيم بتاعه عالي جدا فبتلاقي اني ويليان على طول متجه نحو المرمى لما تكون معاك كرة او انه بيحاول يديها لزميل في منطقة افضل منه على عكس من بيبي اللي كان السنة اللي فات كنا بنشوف عنده نسبة استعراض كبيرة جدا وانه هو يعدي من اللاعب واحد مرة واثنين ويقول له وانا هعدي منك تاني واترهني ان انا عدي منك تاني وعدي منك تاني وبيكون في ناس افضل منه في المكان وما بيديلهمش الكرة او القرارات بتاعته اللي بيتخذها بتكون سيئة نوعا ما سواء كانت من تزديد او من غيره لكن ده ما يمنعش ان بيبي طبعا عنده مهارة ومهارة كبيرة جدا لكن ويليان افضل بالنسبة للارسنال لانه دايما بيتجه نحو المرمى دايما بياخد اللعب المباشر او طريقة اللعب المباشر وده حيفيد الارسنال جدا وبالنسبة للناس اللي بتلعب الفانتسي ويليان حيكون اضافة بالنسبة للتشكيلة بتاعتك وحيديك نقاط كتيرة جدا ويليان مبارح قدر انه يعمل اتنين اللي اول مباراة ليه مع الارسنال بس قطيع انه يسجل وعلى الرغم من اني انا ممكن حاسس بجماهير الارسنال انه هو في اول كرة او في اول خمس دقايق الراجل غلط ولكن الغلط كان من لانه ما كانش من اللعب نفسه لان اللعب هو مش شايف لعب فلهم اللي كان في ظهره فالمفترض لانه يكلمه ويقوله ان فيه لاعب وراك ما تسبش الكرة ليه يا انا وطلحها على طول مباشرة لانه ما تكلمش وموجهوش فالراجل بطبيعة الحال سابق على اساس ان هي رايحة لحارس مرماع عادي فالغلط هنا مش من جابريال وجابريال ادى مباراة كويسة ولكن لسه عايزين نشوفه في مستويات اعلى اصاد فرق اعلى عشان نحكم على الصفة دي كويس اما بالنسبة لسكوت باركر مدرب فلهم فانا مش عارفة اقوله بس بصراحة يعني ما اعتقدش ان فيه مدرب يدخل اي مباراة سواء كانت اصاد ارسنال او حتى اصاد فريق من نفس حجمك او حتى اصاد فريق انت عايز يعني او شايف ان انت تقدر تاخد منه الثلاث نقاط ان انت متلعبش بالمهاجم بتاعك الاساسي متروفيتش متروفيتش مهاجم غلس جدا وكان ممكن يسبب مشاكل لرفاعات الارسنال لكن نزل الراجل بعد ما النتيجة خلصت والارسنال ضمن باقل مجهود ان هو ياخد الثلاث نقاط وكمان كيلين شيت فالف مبروك لجماهير الجارنرز البداية اللي هنشوف هل هتستمر مع الارسنال ومع ارتيتا وحيعل المستوى تدريجيا ولا لا لسه ما نقدرش نحكم على الموضوع ده ونروح بعد كده للمباراة الامتع المباراة اللي كانت على الانفلد ما بين ليفربول وليدز بصراحة المستوى اللي طلع به ليدز انا ما كنتش متوقعه لكن كان فيه مشاكل بالنسبة لليدز وخلينا نتكلم عن ليدز المشاكل كانت دفاعية كلها لان فريق ليدز فريق منظم وفريق بيعرف يهاجم وكان بيلعب كأنه بيلعب فرقة من الشامبيونشيب او بمعنى اصح يعني مش خايف من ليفربول وانه هو بطل البريمير ليج ودي احسن طريقة تلاعب بها ليفربول بس لازم يكون عندك دفاع جيد انا حتى تداول الكرة ما بين لعب الدفاع والخروج بالكرة كنت بحط ايدي على قلبي او بمعنى اصح يعني شايف ان هم عندهم ثقة زايدة اللعبة بتلعب بثقة زايدة فعشان كده كنا بنشوف ميس باس كتير وبنشوف غلطات كتير اصاد الدفاع واللي مقدرش يستغلها لعبي ليفربول جيدا ولو استغلوها كانوا انهوا المباراة مش بفارق جن واحد ولكن قدروا ان ينهوا المباراة تماما بفارق جنين او ثلاثة على الاقل ليتز يونايتد وبيلسى اعتمد على نقط ضعف ليفربول اولا الجهة اليومنا بتاعت ليفربول واللي بيتواجد فيها تريند ارنلد تريند ارنلد في الهجوم حاجة وفي الدفاع حاجة تانية فكان بيعتمد دايما كل هجماته من ناحية دي تاني حاجة الاعتماد على الكرة الطويلة في المساحات خلف دفاع ليفربول والكرة اتكررت في كذا مرة الهدف الاول اللي جابه هاريسون كانت كرة طويلة ملعباله في ظهر تريند ارنلد واستغل مهارته انه هو يعدي من ارنلد ومن جومز ويخليهم كده يسلموا على بعض وبعد كده يحطها في القريبة لعمنا والجون التاني برضو اللي جابه بمفورد كانت كرة طويلة ملعوبة في ظهر فان دايك اللي معرفش يطلحها كويس او يعني حاول ان يلعبها بس كانت ثقة زايدة تحس انه هو كده حس ان اللعيب ده مش هيعمل حاجة معاه اللعيب اللي هو المهاجم بتاع ليجز بمفورد ولكن تحس انه هو كان مستني يغلط او عارف انه هو مستني انه هو حيغلط وفعلا اول ما اخطأ فان دايك بياخد الكورة بمفورد ويحط الجون التاني الجون التالت كان ملعوب واللي هو من هيلدر كوستا عرضيه عشان يقدر كليخ يسند بالشمال ويحط باليمين على طول فرست طايم على يمين بصراحة عجبني جدا ليتز ومن الفرق اللي محبب ان انت تشوفها واعتقد ان كل الناس اللي اتفرجت مبارح الماتش قالت او اغلبتهم قالت ان احنا هنتابع ليتز وبيلسى ونشوف هو هيعمل ايه بيلسى جايد جدا هجوميا لكنه ضعيف جدا دفاعيا وبالذات في الكورات السابتة شوفنا عدم الرقابة الجيدة في الكورات السابتة واني جونين او الاربعة هما يعني يعتبروا بس انا مش بعتبر البلنتيات ان هي كورات السابتة اكتر ما هي بتكون اخطاء من اللعيبة لكن الجونين اللي جوه الجون تاني لصلاح وجون فاندايك كانوا من كورات سابتة واحدة من كورنر واحدة من عدم تمركس جيد في فاول وانت بتطلعه ولكن صلاح بمهارته الراجل بيقدر ياخدها بسرعة ويسددها قوية في الزاوية التسعين مفيش لا مليير ولا الله اعلم كان اسمه ايه اللعيب جون بتاع ليتز ولا غيره كان واقف له وقف مع جون ليتز ساعتها ما كانوش هيقدروا يطلعوا الكورة لانه كان هدف جميل جدا من صلاح اما على الناحية التانية فزي ما قلنا احنا خايفين من ليفربول والتشبع اللي حصل له في المسلمين اللي فاتوا من كولوب كولوب ما غيرش من طريقته كولوب ما حاولش ان هو يقفل المساحات شوية اللهم الا بعد التقدم التالت لما نزل فابينيو في الشوت التاني وليه ان ليتز قريب من ان هو يجيب هدف التعادل الهدف التالت اعتقد ان فابينيو كان مفترض ان هو ينزل بدري حتى ولو كنت حتبدل في الشوت الاولاني وان ان انت تغير من شكل اللعب شوية وتحاول ان انت تقفل المساحات دي والديق المساحات دي اللي كان بيستغل لها لعيب ليتز لكن اللي فرق طبعا مع ليفربول هو مهارة لعبيه والامكانيات اللي عند لعبيه لعب زي صلاح قدر ان هو يسجل لك ثلاث اهداف ولكن لو صلاح ما كانش في يومه زي مانيه او حتى زي فرمينيو ما اعتقدش ان ليفربول كان حيقدر يفوز بالمباراة دي او حتى لو بيلسى كان مصاح صح كده دفاعيا شوية اعتقد ان المباراة كانت هتمتهي بالتعادل او لصالح ليدز يونايتد ثلاث نقاط صعبين جدا في بداية المشوار وقدر بطل بطل بريمير ليج ويكسب احترام الجميع لكن لسه برضو زي ما بنقول احنا في فترة التاليين والجولة الاولينية مش عايزين نيجي على حد والمستوى لسه في بدايته خصوصا ان انت بتتكلم عن فرقة زي ليدز يونايتد كان بتلعب لاخر والحد ما صعدت يعني مريحة مثلا قول 15 يوم ولا حاجة قبل ما يبتدوا مقشات ودية اما بالنسبة لليفربول فهو مريح من زمان ليفربول اصلا بعد الكورونا ما جاش ما شفناهوش فهو مريح من زمان ولعب يمكن اكتر فرقة لعبة ماتشات ودية تمام ماتشات وحتى الماتشات الوديية مشوفناش فيها هندرسون فيعتبر لسه الناس بتنساجم مع بعض مع انه ما فيش يعني حد دخل على التشكيل الجديد يعني هم من عارفين بعض بس لسه بيلاينوا كده واعتقد في الماتشات الجاية حنشوف لليفربول خصوصا ان الماتش الجاية اللي داخلين عليه هو مع تشيلسي في الستانفورد بريتج حيكون ماتش قوي جدا بس نستنى نشوف بتشيلسي هيعمل ايه وهل تشكيلتو حتكون منساجم مع بعض ولا لا عرف مبروك لجماهير ليفربول التلت نقاط هارد لك لليدز كنتوا تستحقوا في نظري التعادل ما كنتوش تستحقوا الهزيمة ولكن قدر صلاح ورفاقه بامكانياتهم وكلوب بالامكانيات اللي عنده انه ينتزعوا اول تلت نقاط في مشوارهم للمحافظة على اللقاء في النهاية دا كان كل اللي عندي عن اليوم الاول من الدورة الانجليز الممتاز بس المهم تقول لي رأيك انت في اللي قدموا ليدز وهل تعتقد ان ليدز هيكون هو الحصان الاسود للبطولة السنة ولا دي كده زوبعد فنجان وان احنا دا المطش الاول ويصد بطل بريمير ليج فلازم نقاط يعني واحنا ما عندناش حاجة نخاف عليها كده كده مهزومين بس نحاول ان احنا منبقى زيفولها مثلا بنتهزم بدون اداء مشرف وانما نعمل اي حاجة واللي يجي في الاخر او اللي يحصل في الاخر يحصل احنا كده كده مقدرين الهزيم واتمنى ان تكون الحلقة دي عجبتكم ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته